لا تزال الأزمة التي تعصف باتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين تراوح مكانها رغم رضوخ طرفيها المعلن لتحكيم وزيرة الثقافة وسحب الشكاية المودعة لدى القضاء بشأن معضلة الانتساب لم تلح في الأفق بوادر عقد المؤتمر المجمد بقرار قضائي ولما تتضح الرؤية بشأن حصول توافق بين طرفين نزاع يسمح بتنظيم انتخابات متواضع على شروطها وظروفها سبيلا إلى طي صفحة الخلاف غير المسبوق في تاريخ الاتحاد العريق وفي ظل رفض وزيرة الثقافة الوسيط الوحيد لحلحلة الأزمة الإفصاح عن المرحلة التي وصلتها جهود جمع الطرفين على كلمة سواء تفضي إلى عقد المؤتمر واختيار المكتب التنفيذي الجديد يبقى الاعتقاد السائد بأن المتنافسين ما زالوا في مربع التمسك بالمواقف السابقة التي أدت لاستفحال ظاهرة الاستقطاب داخل إحدى أهم النخب المفترض فيها أن تكون نبراسا للقيم ومثالا للتوافق والإنسجام بعض المراقبين رأى أن تفاقم أزمة اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين جاء نتيجة هزات ارتدادية للزلزال الأخلاقي الذي ضرب النخب فهدى أركانا وترك أخرى تريد أن تنقط ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر